القدس نبدأ منها مع أحمد مرحبا بك أحمد استمعنا إلى الانتانية هوية تحدث تعليقا على ما يحدث من عملية في رفح واستمعنا أيضا إلى جانس كل هذا قبل يوم من بدء المناقشات في العاصمة المصرية القاهرة والوفود وصلت إلى هناك كيف هو الموقف بخصوص النقطتين المفاوضات بخصوص وقفة لق النار والعملية في رفح في تل أبي صحيح بدر وأبدأ من العملية العسكرية في رفح حيث كشفت صحيفة هارتس منذ قليل عن تفاصيل جديدة تتعلق بهذه العملية منها أن الاحتلال الإسرائيلي تعهد للولايات المتحدة ومصر بأن تقتصر هذه العملية على معبر رفح بهدف إزالة سيطرة حركة حماس على المعبر وبحسب ما تكشف هذه الصحيفة فإنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل على تسليم السيطرة على معبر رفح إلى جهة مدنية مسلحة وأجرت منذ ذلك الحين إسرائيل اتصالات مع شركة أمريكية من أجل تزويدها بتسليمها السيطرة على هذا المعبر هذه الشركة الأمريكية ستتولى مسؤولية فحص وتفتيش الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة وستتولى أيضا إبعاد أو ضمان عدم عودة حركة حماس للسيطرة على هذا المعبر هذا الأمر شبيه مما أورده موقع والا وموقع أكسيوس الأمريكي عن أن إسرائيل تنوي تسليم السيطرة على معبر رفح إلى جهة فلسطينية هذه الجهة الفلسطينية ليست حركة حماس وستتولى إدخال المساعدات الإنسانية إلى المعبر ومن ثم توزيع هذه المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة لم يذكر موقع والله الإسرائيلي من هي هذه الجهة الفلسطينية يبدو أن الاتصالات التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي وكذلك العملية العسكرية على الأرض تهدف بالأساس إلى نزع سيطرة حركة حماس على هذا المعبر والاقتباس لأحد المسؤولين الإسرائيليين الذي يقول لصحيفة هارتس أن هذا المعبر هو آخر رمز لسلطة حركة حماس في قطاع غزة بالتالي هي تسعى لسلبها من هذه السلطة نقطة أخيرة تتعلق بمعبر رفح وهي نقطة رمزية فحسب معبر رفح هو آخر معبر فلسطيني مع أي دولة عربية في المحيط المعابر في الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل كان معبر رفح هو المعبر الوحيد بين فلسطين وبين أي دولة عربية والآن يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالمفاوضات بدر إسرائيل تحاول الترويج لأنها تعرضت للخداع من قبل الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ قليل يقول مسؤول إسرائيلي أن الوسطاء كانوا منحازين إلى حركة حماس على حد تعبيره بخلاف التفويد الواسع الذي يروج له بني جانس فإن القناة الثانية عشر الإسرائيلية تنقل عن مصادرها أن التفويد الذي حصل عليه الوفد الإسرائيلي المفاوض في القاهرة هو ضئيل وذهب هذا الوفد بالأساس للاستماع لموقف حركة حماس ولما تغير خلال الأيام الأخيرة بدأ؟